نشوف بعد كده العقرب يا ماما بس حقيقة العقرب مش وحشين يعني رجل ولا ست اللي اتنين بس هما ممكن نقول متعبين لأن الشككين الشك ده بيخليهم متعبين قوي في العلاقات يعني دايما عايز يحط اللي معاه تحت اختبارات قاسية جدا لغاية ما يقدر يديله الثقة فده بيتعب شوية اللي معاه بس اللي انا عرفوا ان العقرب برضو رجل متعدد العلاقات اه طبعا وبيقولوا ان الست العقرب يعني ست ايه مش هنقولنش سهلة بس اللي هي يعني مش عبيتة لا خبث يعني مش طيبة يعني لا لا انا بقول عنها هي امرأة تعرف الكثير والكثير يعني هي تعرف حاجات كتير قوي احنا ما نعرفها واش الحب بقى اخبرهم ايه بس دي انا بشوف ان مرأة العقرب دي امرأة ايه اسمها زي شمعة تحتارك في الحب دي اللي الناس ما تعرفوش عشان الناس فكرة ان العقرب ده خاين لا انا بشوف ان مرأة العقرب يعني لما بتحب بجد هي ممكن تضحي بنفسها الى اقصى حد قصدك ان الرجل عقرب خاين يعني مش حقدر اعمل لكن كتير كتير انت عايزة تقولي كده بس بك الحقيقة ده حقيقة ده كتير من رجالة العقرب اللي انا شايفاها يعني في الحياة ولكن برضو بشوف ناس تانية مش خاينين بس الاغلبية خاينين بس هم كرمة جدا ستات ورجالة كرمة جدا كرمة وفي حاجة بقى في الشغل منظمين جدا صح جدعان جدا لما يلاقي حد برضو عندهم حتة الجدعانة دي زي ما قولنا على العزراء انه هو لو لقى حد والتور عندهم نفس السفة يعني تور والعزراء والعقرب لو شاف حد في أزمة ممكن يخرج عن طريقه ويروح ويعني ممكن يسيب حياته واللي كده كمان